اشهد معالي الدكتور عمر حمد عطية الله الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا بجهود جلالة ملك البلاد المعظم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي مما جعل مملكة البحرين تتبوأ مكانة مربوقة في هذا المجال عربيا واقليميا ودوليا وثمن الدكتور الحجازي الجهود الحثيثة التي يقوم بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل ترجمة الرؤية الملكية المستنيرة إلى سياسات وبرامج على أرض الواقع للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان جاء ذلك خلال لقائه مع سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في العاصمة المصرية القاهرة وأكد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا حرص بلاده على مد جسور وأواصر التعاون مع البحرين في مجال حقوق الإنسان نظرا للسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان ومن جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي بالمبادرات المتميزة التي أطلقتها المملكة لتعزيز أسس وركائز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التعايش والتسامح في المجتمع ترجمة نانسي قنقر